لا بد من تصحيح العلاقة في إطار التحالف وإلا أنا كعظف الحكومة لا يشرفني الاستمرار في هذا الحكومة أبدا ليس هناك ما هو أوضح من هذا القول إعادة العلاقة مع التحالف للمجرى الطبيعي أو اتخاذ الإجراءات المناسبة أعاد وزير النقل صالح الجبواني توصيف العلاقة بين حكومته والتحالف كما لم يحدث من قبل الإمارات تقف وفقا لهذا التوصيف في مواجهة مباشرة مع الحكومة اليمنية وتستهدف وجودها ونفوذها وصلاحياتها وتختبر إرادتها في الدفاع عن التوابط ببلد ليس مستعدا للتنازل عن سيادته تماما بالوضوح ذاته الذي عبر عنه وزير بهذا القدر من الوعي بهويته الوطنية اليمنية الراسخة اليمن لن تركع لأحد لم تركع في الماضي ولن تركع اليوم منع الوزير صالح الجبواني من إكمال مهمته في محافظة الشبوى كان متجها إلى ساحل بحر العرب لوضع حجر الأساس لميناء قنى في مديرية رضوم ضمن خطة أقرتها الحكومة ولأهداف تنموية خالصة من بينها وقف عمليات التهريب التي لم تنقطع للمشتقات النفطية والأسلحة للحوثيين تحت أنظار التحالف وبواسطة سماسرة يشرف عليهم محافظ المحافظة ويجن لجميع من ورائها ملايين الدولارات كما كشف عن ذلك الوزير صالح الجبواني فتحوا هذا المكان للتهريب تهربوا فيه البترول وهربوا الأسلحة للحوثيين واستمرت هذه العملية لأكثر من سنة حتى فاحت روايح الفساد وفاحت روايح التعاون مع الحوثيين في هذا الإطار وكان يقوم على هذا الأمر مجموعة من السماسرة والوسطاء وللأسف تحت قيادة حليب الراشد الحارف اعترض حاجز أمني تابع لما تسمى النخبة الشبوانية الممولة من الإمارات موكب الوزير الجبواني وأبلغه بتوجيهات إماراتية صريحة بعدم المرور من هذا الحاجز الواقع في مدرية حبان وعدم السماح له بالوصول إلى منطقة قنال قريبة من ميناء بلحاف لتصدير الغاز التي زارها قبل ساعة فقط رئيس هيئة الأركان العام الإماراتي الفريق حمد بن ثاني الرميثي دون استئذان من أحد يوم أمس رئيس أركان جيشها في ميناء بلحاف وهي المنطقة التي سنضع حجر الأساس لميناء قنا فيها ولا أستبعد أن تكون الأوامر تصدرت من رئيس الأركان الإماراتي الإمارات وفقا للوزير الجبواني أنشأت جيوشا قبلية ومناطقية وتعمل على تفكيك البلد حتى أصبحت المناطق المحررة مبوئة بالإرهاب وبكل أصناف الفوضى والعشوائية حتى القاعدة أصبحت تنتشر من طرف المحافظة إلى طرفها لم تنتشر المحافظة القاعدة في أي لحظة من الوقت السابق كما انتشارها اليوم ماذا بقي إذن من مهمة التحالف في اليمن الذي اتحد مع الإنقلابين بهذه الممارسات المقوضة للدولة والشرعية ويشكل اليوم جزءا من مشكلة لا يبدو أن اليمن سيحظى بحل مناسب لها قبل أن يثور في وجه كل أعدائه